كمان أكدت نتائج المسحات الطبية لأعضاء بعثة المنتخب اللي طبعا تخلفوا عن السفر إلى الكاميرون سلبية مسحة كل من عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفى صادق أخصاء العلاج الطبيعي وقررت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كافة يعني أنها تنهي كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون واللحاق بيئة البعثة في أقرب وقت ممكن وكان قبلهم جيرال مور طبعا محلل للأداء قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة يعني بعد ثبوت سلبية المسحة الخاصة به موضوع كورونا منتشر بشكل هستيري يا حضرات ولا سيامة في هذه البطولة